موسيقى الرئيس سيسي تابع المشروعات القومية في قطاعي الزراعة والري ويوجه بتوفير جميع العوامل لإنجاحها لضمان الأمن الغذائي وتعزيز الفوائد الاقتصادية مجلس النواب يناقش غدا طلبات إحاطة بشأن تدابير الحكومة لمنى محاولات التهجير القصري للفلسطينيين شهداء ومصابون في استهداف المستشفى الاندونيسي بغزة وارتفاع وعدد شهداء القطاع لأكثر من 13 ألف معظمهم من الأطفال والنساء التاسع مساء بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أهلا بحضراتكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير جميع العوامل الداعمة لنجاح المشروعات القومية ومواصلة العمل والتنصيق المكثف للانتهاء من المشروعات الكبرى في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي وخلال اجتماع لمتابعة تطورات المشروعات القومية في قطاع الزراعة والري شهدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الهدف الأساسي من المشروعات هو الاستجابة لاحتياجات الموطنين من خلال ضمان لأمن الغذائي وتعزيز الفوائد الاقتصادية وتوفير فرص عمل إضافية عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة تطورات المشروعات القومية في قطاعي الزراعة والري على مستوى الجمهورية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول برامج تحديث القطاع الزراعي في مصر حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الصدد على الجهود الوطنية لزيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية المصرية وجهود الدولة لمواصلة زيادة إنتاجية الفدان وبالأخص في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة التي تشهد طفرة في الإنتاجية إلى جانب زيادة الصادرات الزراعية والغذائية التي تشهد بدورها زيادة مضطردة كما تبع السيد الرئيس ما تقوم به الدولة في إطار دراسة التراكيب المحصولية والاستفادة منها في العديد من الجوانب من بينها تحديد الاحتياجات المائية وتأطير السياسة المائية الزراعية من حيث كمية المياه والتوقيتات والمناطق الجغرافية وتابع السيد الرئيس في هذا الإطار المشروعات الوطنية لتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتطوير النظم الري بما يضمن الاستخدام الرشيد لتلك الموارد ويعظم من الاستفادة من إنتاجية وحدات المياه وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بتوفير جميع العوامل الداعمة لنجاح المشروعات القومية ومواصلة العمل والتنصيق المكثف للانتهاء من هذه المشروعات الكبرى في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي والثروة الحيوانية خاصة في ضوء أزمة الغذاء العالمية بما يضمن الحد من تأثيرات تلك الأزمة على المواطنين مشددا على أن الهدف الأساسي من المشروعات هو الاستجابة لاحتياجات المواطنين من خلال ضمان الأمن الغذائي وتعزيز الفوائد الاقتصادية وتوفير فرص عمل إضافية ترجمة نانسي قنقر أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الموقف المصري والعربي القوي الرافد للتهجير كان بمثابة خط أحمر في مواجهة سياسات معدة لتهجير الفلسطيني وشدد شكري خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الوزرية المشكلة بموجب قرار القمة العربية الإسلامية مع كل من نائب الرئيس الصيني ووزير خارجية الصين في بكين على أن التهجير سوف يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم كما أكد شكري أن مصر تبدل كل جهد لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مضيفا أن سياسة إسرائيل في تعطيل دخول المساعدات هي سياسة ممنهجة تسهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة القصف والحصار من جنبها أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض الملكي أن إسرائيل لا تدعو إلى تصفية الفلسطينيين وسلب حقوقهم وخلال مشاركاته في اجتماع بكين بمشاركة وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وإندونيسيا أوضح وزير الخارجية الفلسطيني أن مشاركته جاءت لمناقشة الجرائم التي وصفها بالوحشية التي يرتكبها الإسرائيليون بحق الشعب الفلسطيني جهود دبلوماسية كبيرة تبذلها الدود العربية والإسلامية وفي مقدمتها مصر لإيجاد حل للقضية الفلسطينية في ظل تصاعد مستمر للجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني وفي أحدث تحرك على الأرض عقد وفد من اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار القمة العربية الإسلامية اجتماعا مع وزير خارجية الصين وانجييف بكين في مستهل جولة إلى عواصم عدد من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بهدف الدفع بمصاري وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة والتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع وأضم الوفد وزير الخارجية سامح شكري ومسؤولين من السعودية والأردن وإندونسيا وفلسطين ومنظمة التعاون الإسلامي وآخرين وخلال اللقاء أكد شكري وجود سياسة كانت معلنة لتهجير الفلسطينيين من غزة مشيرا إلى أن الموقف المصري والعربية القوية الرافض للتهجير كان بمثابة خط أحمر وأشدد شكري على أن التهجير سوف يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم كما أكد شكري أن مصر تبذل كل جهد لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مضيفا أن سياسة إسرائيل في تعطيل دخول المساعدات هي سياسة ممنهجة تستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة القصف والحصار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شدد من جانبه على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية لوقف ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين بينما أكد وزير خارجية الصين وانجي أن بكين تؤيد بالكامل دعوة قمة الرياض لحل الدولتين في غزة وأضاف أنه يتعين على المجتمع الدولي التحرك الآن واتخاذ إجراءات فعالة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة هذا ودع الوفد المشارك في الاجتماع إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وضرورة إدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية إلى غزة فورا هي إذن محاولات دبلوماسية مستمرة لمحاولة إنقاذ الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة جماعية وتصعيد مستمر يهدد المنطقة والعالم بحالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار يعقد قادة دول مجموعة بريكس اجتماعاً افتراضياً غداً لبحث التصعيد في الشرق الأوسط وأعلنت وسائل أعلام الرسمية الصينية أن الرئيس شي جينبينج سيحضر قمة عبر الفيديو كونفرنس وسيلقي كلمة كما أعلنت الرئاسة الروسية أن الرئيس الروسي بلاديمير بوتين سيشارك في القمة الافتراضية جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرفض القادع لتهجير الفلسطيني من قطاع غزة أو من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وخلال لقائه مع رئيس سالات بيابرام الله شدد الرئيس الفلسطيني على أنه لا حل أمنياً أو عسكرياً لقطاع غزة وأن غزة هي جزء لا يتجز من الدولة الفلسطينية وجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيا الشكر إلى مصر على جهدها في معبر رفاح وخلال جلسة مجلس الوزراء طالب أشتيا بوقف العدوان والمجازر والقتل الجماعي والإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الأهالي في قطاع غزة نطالب وقف العدوان والمجازر والقتل الجماعي والإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد أهلنا في قطاع غزة بما في ذلك قتل الأطفال والنساء وكبار السن والمدنيين وقطع المياه والكهرباء والاتصالات وتجويع الناس وقصف المدارس والمساجد واحتلال المستشفيات وإخراج المرضى والأطفال الرضع والخدج هذا القتل بهدف القتل وبروح الانتقام وبهدف التهجير الذي يقاومه شعبنا رغم الألم والدم والمعاناة في غزة ورغم فضاعة ما يجري في غزة إلا أن بعض الدول لا زالت ترفض وقف إطلاق النار مما يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من القتل ويظهر غياب القانون الدولي الإنساني وتجاهل كافة المعاهدات الدولية يعقد مجلس النواب رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلسة عامة غدا لمناقشة طلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولة التهجير القصري للفلسطينيين من قطاع غزة ووفقا لجدول أعمال الجلسة ستناقش طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب ترجمة نانسي قنقر إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبدا لن نرحل لن نرحل وسنبقى في أرضنا تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غاراتها على مناطق متفارقة من قطاع غزة أسفرت عن استشهاد نحو عشرة وإصابة آخرين في الأثناء أعلنت سلطات الصحية بقطاع غزة عن استشهاد نحو عشرة فلسطينيا جراء غارة إسرائيلية على المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة وأضافت سلطات الصحية أن الغارة استهدفت المصابين ومرافقيهم في المستشفى ما أدى أيضا لإصابة العشرات في ظل سلسلة غارات الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف المستشفيات الفلسطينية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 13300 من بينهم ما يقرب من 5600 طفل و3550 سيدة منذ السابع من أكتوبر هذا وأكدت الصحة في بيان لها أنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على معطيات محدثة عن أعداد الضحايا لليوم السابع على التوالي بسبب انقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة وانهيار الخدمات والاتصالات في مستشفى شمال القطاع البيوت هدمت والرجال والنساء استوشهدوا وبين أيديهم الأطفال حتى حرمة الموت والمرضى لم تسلم من قرائم الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على الفلسطينيين في قطاع غزة الآن نحن وصلنا على الأنقاض تحتوي على أكثر من 10 أو 15 محتجز الآن تحت الأنقاض تم إخلاق ثلاث شهدان من المكان وجال البحث عن آخرين ستخلص الحرب وأصير دكتورة وأكمل تعليم وأكلم الدراسة وأنا بخاف كتير من الحرب عشان صاحباتي نصهم يستشدها وضع مأساوي يعيشه أهالي غزة من تدمير وتهجير وتهديد مستمر حتى لو رفعوا الرايات البيضاء فهم أمام عدو متعطش للدماء ويرى في دمائهم الأبية ما يبرذ من نار ما حدث بهم في السابع من أكتوبر الماضي الأطفال الخدج في المستشفيات الفلسطينية أصبح أول عهدهم في هذه الدنيا وهذه الحياة بظلم إسرائيلي يهدد من حياتهم أمام مرأة ومسمع من العالم أجمع حتى صيحات آلامهم لم ترقق القلوب عليهم نعاني نقص في الكوادر الطبية حيث فقدنا عدد كبير من مقدمي الخدمة وكذلك نعاني نقص في الوقود والتيار الكهربائي نحن الآن قمنا بتخفيض أو بتقنين التيار الكهربائي عن أقسام المبيت حتى نستطيع أن نستمر بتوفيره في أقسام الحضانة والعناية المركزة ولكن للأسف الشديد لو انتهى هذا الوقود وتوقف التيار الكهربائي ستتحول طبعا جميع أقسام العنايات المركزة والحضانات إلى مقابر جماعية مع وضع الحرب صار الحالات تزايد صار الحالات الشمال من 35 إلى 40 حالة نوصل في الـ 24 ممكن أكتر وفيه كمان ما يقارب بحالات الإجهاد غير حالات الولادة صار فينا حالات إجهاد وحالات جنة متوفية كمان غير حالات الولادة جرائم جمة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم تحت ستار الدفاع عن النفس دفاع المحتل أمام الضحية تصفية أصحاب الأرض أمام مدعي الحقوق الوهمية حيث تغيرت المفاهيم العالمية وأصبح المجني عليه هو الجاني والمصاب هو المجرم والذين يتعرضون للإبادة الجماعية لا يهزون ضميرا للإنسانية الذي تيبس وذبل بضغط من القوى العالمية الكبرى قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة إن الوزارة فقدت كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية داخل القطاع وخاصة في منطقة الشمال أضاف القدرة أنه تم تدمير ستين سيارة إسعاف كما لا تستطيع أي سيارة إسعاف التحرك على الإطلاق مشيرا إلى أن مستشفى كمال عدوان فقد كل ما لديه من وقود هو مخصص للولادة والأطفال ولكنه أبر على تحمل تبعات الجرحة الذين يصلون إليه حيث لا يوجد به قسم طوارئ لعلاج الجرحة وبالتالي لا يوجد به خدمة ولفت إلى أن المستشفى الإندونيسي أيضا خرج تماما عن الخدمة كما أن مستشفى العودة في شمال غزة بلا كهرباء ويعمل بطاقة الشمسية البديلة وعود مشاهدين الكرام إلى خبر عزم مجلس النواب مناقشة طلبات إحاطة مواجهة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القصري للفلسطينيين من قطاع غزة في هذا الشأن ينضم إلينا عبر الهاتف النائب عماد خليل عضو مجلس النواب أهلا بك مع ناسية النائب ما تفاصيل جلسة الغد؟ يعني بكرة في طلبات أحاطة من عدد 16 نائب من أعضاء مجلس النواب يمثلون كتفة الطيرات السياسية سواء أغلبية أو معارضة تقريبا يمكن كل قوة سياسية في البرلمان وده أول استخدام للأدوات الرقبية في دور الانعقاض الرابع وبحضور رئيس الوزراء لبحث كل الأليات واتدابير لتخذة الحكومة المصرية والسيادة السياسية في منع التهجير القصري للأشقاء الفلسطينيين نعم هل هناك خطوات برلمانية مقبلة بشأن القضية الفلسطينية ستقومون بها سيادة النائب؟ أسألك هذا السؤال لأنه ربما يتبادر إلى الذهن سؤال هل هناك اتصال برلماني ما بين حضراتكم وبين برلمانات في دول أخرى خاصة دول أوروبية أو ما شابه لإيصال وجهة النظر العربية لهم بشكل وبتفاصيل برلمانية خاصة أنتم يعني معنيين بها ست نائب أسمعوني دعيني أقول حضرتك أن مجلس النواب ومجلس الشيوخ سبق أن أجرية جلفة استثنائية لدعم القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في فلسطين ورفض العدوان الغاشم من دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وده كان نتيجة طلب من قتلة تنصيقية شباب الأحزاد وسياسيين داخل المجلسين نتبحها بجلسة الغز وكمان في تحرك لجنة حول إنسان وعدد من اللجان المشتركة في مجلس النواب لرصد كل انتهاكات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الإبادة التي تحتص فيه القطاع ضد الأبرياء من أشقاءنا في فلسطين لكي أن أخبر حضرتك أن المكتب الإعلامي للحكومة في غزة أصدر بياني منذ ساعات أن جيش الاحتلال ارتكب أكثر من 1330 مجزرة وعدد المفقودين أكثر من 6000 مفقود إما تحت الأنقاض أو جثمينهم في الشوارع أما عدد الشهداء فقد وصل ل13000 شهيد أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال تحديدا 5500 طفل و3500 سيدة فلسطينية بالإضافة لاستهداف الكواجر الطبية أكثر من 200 واحد طبيب وممرض ومسعب و22 من رجال الدفاع المدني و60 صحفي فلسطيني الاعتداء على المساجد والكنائس والمتشفيات في عدوان غاشم وأيضا لإصدار زي محضرتك قلتي موقف عربي موحد ضد جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وكمان توجيه تلك الأصوات للدول الغربية التي طالما نادت بحقوق الإنسان وتقف صامتة أمام سلب أهم حق من حقوق الإنسان وهو حق البقاء على الحياة طيب رأينا في الأيام الفائتة كيف يمكن للشارع كيف يمكن للوقفات الشعبية حتى في الدول الأوروبية أن تكون ضاغطة على حكوماتها إلى أي مدى البرلمانات العربية عندما تجتمع بشكل أو بآخر يمكن أن تمثل ضغط على دول غربية ترى الموقف من وجهة نظارها يعني دعيني في البداية وقب التحية للشعب المصري يعني الذي وقف وخرج للشوارع في عشرين أكتوبر استجابة لتصريحات القيابة السياسية برفض التهجير الفلسطيني من قطاع غزة لثيناء وذلك حماية للقضية الفلسطينية وحماية لعدم تصفية القضية الفلسطينية كما قال السيد الرئيس لما سبق لدينا أكثر من تسعة مليون ضيف وهو دائما السيد الرئيس يصف اللاجئين في أرض مصر بالضيوف لن يضر مصر بوجود اثنين مليون إضافة ولكن حماية للقضية الفلسطينية مصر ترفض التهجير بشكل فضع أما في دور البرلمانات فهي خطوة مهمة جدا وهو إيصال الأصوات وأصوات الشعب المصري للبرلمانات الدولية برفض الشعوب العربية لتلك المجاجر وفي نفس الوقت الضغوط يمكن الشعوب الأوروبية خرجت وتظهرت وتبعت شكل كبير كل البلدان والعاصم الأوروبية والأمريكية لضد الإنحيازات التي أصفها بأستفرة لدعم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتغاضي عن المشاهد التي تندلها جميل الإنسانية في القطاع من استهداف أطال وسيدات وغيره وكي جميعهم عزل جلسة موافقة غدا سيدة النائب عماد خليل عضو مجلس النواب أشكرك جزيل الشكر يعيش النزحون الفلسطينيون أوضاعا مأساوية مع تواصل الأدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أسبوعه السابع يزيد من تدهور الأوضاع دخول فصل الشتاء وندرة المساعدات التي يقف الاحتلال حائلا أمام دخولها للقطاع بين الأمطار وقضائف الاحتلال الإسرائيلي يعيش النازحون الفلسطينيون في معاناة شديدة حيث فاقمت الأمطار الغزيرة التي هطلت على قطاع غزة هموم النازحين في مخيمات خان يونس ورفح استغاثات كثيرة أطلقها النازحون من غزة المحتلة في مناطق الجنوب كرفح وخان يونس بعدما أغرقت مياه الأمطار الخيامة القماشية التي يحتمون بها إذ تعرضت المدينتين لسقوط أمطار غزيرة أدت إلى انهيار الخيام وغرق البطاطين التي تبرع بها الأهالي للنازحين من غزة وفي ملجأ للأمم المتحدة في خان يونس بجنوب غزة أثار المطر هلع النازحين الذين استيقظوا ليجدوا ملابسهم التي علقوها لتجف ليلا قد ابتلت تماما بمياه الأمطار انبلت مركة المياه عندي في الخيمة جوة خيمة صغيرة عندي العشرة تنفار كلها مترين في مترين ودخلات المياه الملابس مبلت مياه أنا مش عاروين دناي مولادي الليلة مش عاروش أسوي الوضع عندي كارثي ووضع صعب أنا متمنى من الله أنه المطر ما يجيش اليوم علينا والله ما بدنا مطر هالقير وليش أنا مريض السرطان؟ لا في دواء لا في مياه زي النار يعني أنا أنا مخبوضة من الحياة ليش هيكا بصير فينا إحنا؟ إحنا ليش بصير فينا هيكا؟ ليش حالة زي هيكا؟ وسائل بداية استخدمها اللاجئون لنزح مياه الأمطار لكنها لم تكن كافية ليعيشوا تحت رحمة الأمطار وقضائف الاحتلال وفاقم بدء موسم الأمطار واحتمال حدوث فيضانات الخوف من احتمال قصور النظام الصرف الصحي في القطاع المكتظ بالسكان وانتشار الأمراض ومع بداية فصل الشتاء حاملا العواصف والأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة وسط توقعات بإطالة أمد الحرب يتخوف مئات الآلاف من النازحين في جنوب غزة من معاناة جديدة تضاف إلى مأساة الحرب وفقدان الأحبة تحت الركام والقصف في الأثناء تخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في عدد من محاور قطاع غزة أعلنت حركة حماس أنها تمكنت من تدمير ستينة آلية العسكرية خلال الأيام الثلاثة الماضية من بينها عشر ناقلات جند كما أكدت الحركة أنها نفذت عددا من العمليات النوعية ضد القوات الإسرائيلية وأوقعت عددا من القتل والجرحة في صفوفها ترجمة نانسي قنقر شاهدنا وكما نتابع الآن هذه مشاهدة حية من غراطة مكثفة من قبل قوات الاحتلال على قطاع غزة بهذه القنابل المضيئة على قطاع غزة في هذه الأثناء حيث نرى ونسمع دوي هذه القذائف الكبيرة والكثيرة والمكثفة من قبل قوات الاحتلال على قطاع غزة حيث الزلام الدامس كما نرى حاليا والآن ومباشرة من قطاع غزة وهذا ما تقوم به الآن قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة من غراطة مكثفة بهذه القنابل المضيئة المضيئة ترجمة نانسي قنقر مشاهدين الكرامة هذه المشاهد الحية من قطاع غزة ها هو الليل غزة كما اعتدنا عليه تضاء سماؤه بالقنابل الضوئية التي تضي سماء غزة كل ليلة كما اعتدنا عليها في الأيام الفائتة تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة بعضها عشوائي بعضها يتم استهدافه بقصد هذه الغارات أصفرت عن استشهاد نحو عشرة آلاف وأكثر وإصابة آخرين في هذا المشهد الذي نراه واعتدنا عليه كل ليلة يتم إصابة الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يفرون من هنا وهناك خوفا من هذه الرشقات الصاروخية التي تهدم المنازل التي تهدم كل ما هو حي في غزة البشر والحجر إذن مشاهدين دائما يستهدفون المشافي كما اعتدنا على قوات الجيش الاسرائيلي دائما يستهدفون الأماكن التي يحتمون بها ويقتنون بها المستشفيات وفي أيضا المقرات الخاصة بالأونر ويقومون باستهدافها من وقت إلى آخر وبالتالي يبثون الدعر والخوف والفرار من الأماكن التي يحتمي بها الفلسطينيون المستشفيات الفلسطينية هي هدف مقرات الأونر وهي هدف كل حي في غزة هو هدف وللأسف أعداد الشهداء يزداد يوما بل كل لحظة يزداد فيها عدد الشهداء يزداد بالتأكيد المصابون في قطاع غزة والذين لا يجدون المستشفيات التي هي في الخدمة نظرا لانقطاع الطاقة وانقطاع كل ما هو يبعث على الحياة في قطاع غزة وردا على المجازر الإسرائيلية على قطاع غزة أعلنت الفصائل الفلسطينية في القطاع قصفة الأبيب برشقات صاروخية هي الأكبر التي تستهدف المدينة هذا ودوث سافرات الإنذار بمنطقة واسعة امتدت من أسدود جنوبا إلى هدسيليا شمالا مرورا بتل أبيب الكبرى وعقب إطلاق سافرات الإنذار شهد فرار جماعي للمستوطنين نحو الملاجئ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في إطار قصف طال مواقع عسكرية قرب الحدود بين البلدين أوضح حزب الله أن مقاتلي هاجموا بواسطة ثلاث مسيارات هجومية مراكز تجمع جنود إسرائيليين غرب مدينة كريات شمونة وفي استهداف آخر هاجم مقاتلوه مراكز تجمع وانتشار جنود إسرائيليين غرب كريات شمونة بالقضائف المدفعية مشيرا إلى أن مقاتلي حققوا إصابات مباشرة في الاستهدافين نشرتنا متواصلة نتابع فيها مرشحوا الانتخابات الرئاسية يوصلون حملتهم الانتخابية اليوم الثاني عشر على الثوالي لجنة تلقت أوراق الترشح لعدد أربع مترشحين أكدت وزيرة الهجرة سهاجندي ثقتها في حرص المصريين بالخارج على المشاركة الإيجابية لاختيار رئيس مصر المقبل وخلال لقائها مع أبناء الجالية المصرية في جدب السعودية ضمن حملة الشارك بصوتك أوضحت وزيرة الهجرة أن الحكومة تسعى إلى التحدث مع جميع الجاليات بالخارج بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية لتعريف المصريين بأليات الانتخاب ومقار التصويت والتي تنتشر في 138 مقرا انتخابيا بالخارج في القنصليات والسفارات المصرية التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شيوخ وعائلات وجمعيات ونوادي وشباب النوبة في مركز ومدينة نصر النوبة هذا وقام وفد التنسيقية خلال اللقاءات بعد محاور عمل التنسيقية لدعم المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة مؤكدين على الوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين مع العمل على توعية المصريين بضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي من جانبهم عرض أبناء النوبة تطلعاتهم من الرئيس القادم ومقترحتهم لتنمية قرى النوبة واستكمال تحديث خدمات البنية التحتية من طرق مؤهلة وصرف صحية بجانب مقترحات تطوير التعليم والخدمات الصحية استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سابقا السفيرة نبيل مكرم كأحد الخبراء في مجال شؤون المصريين في الخارج تناول اللقاء الحديث عن الإجراءات والتسهيلات التي عملت الدولة المصرية على تحقيقها لتصويت المصريين في الخارج كما تناول الحديث الانجازات التي حققتها الدولة في ملف المصريين في الخارج فضلا عن الحديث عن عدد من التحديات التي تواجههم من بينها بعض مقرات الاقتراع وغيرها نظم حزب الاتحاد ندوة تثقفية وفنية في محافظة الإسكندرية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تأتي الندوة تحت عنوان الوعي السياسي والمشاركة بحضور لفيف من قيادات السياسية والحزبية بالمحافظة وعدد من كوادر الحزب في إطار سلسلة ندوات توعوية ينظمها الحزب في العديد من المحافظات في سياق مشاركة الحزب في الفعاليات التي ترعاها الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي اشتركوا في القناة شارك سبعة الاف مواطن من اهالي محافظة كفر الشيخ في اول مؤتمر جماهيري لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي وحرصت قياداته واعضاء حزب مستقبل وطن وجمع كبير من اهالي المحافظة على المشاركة في هذا المؤتمر الحاشد والتعبير عن حبهم ودعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي من اجل استكمال مسيرة التنمية نظم حسب مستقبل وطن مؤتمرا جماهيريا لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الزقزيق بالشرقية شهد المؤتمر مشاركة خمسة الاف مواطن فضلا عن عدد من التنفيذيين وكافة اعضاء الهيئة البرلمانية عن المحافظة وممثلين عن حياة كريمة وتنصقية شباب الاحزاب والسياسيين يواصل المرشحون للانتخابات الرئاسية حملاتهم الانتخابية لليوم الثاني عشر على التوالي كممارسة الدعاية الانتخابية بكافة اشكالها لاستعراض برامجهم الانتخابية وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد اعلنت في التسع من نوفمبر الجاري القائمة النهائية للمرشحين والتي تستمر حتى يوم التسع والعشرين من نوفمبر للمصريين في الخارج ويوم الثامن من ديسمبر لمن هم في الداخل وفق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ويجيز مشروع القانون التصالح على بعض المخالفات التي كان محذورا التصالح عليها في القانون القائم ووفقا لبعض الضوابط ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد واستمح بتقسيط قيمة التصالح حتى خمس سنوات منها ثلاث سنوات بدون فوائد جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة الملفات المدرجة على جدول أعماله خلال الجلسة تمت الموافقة بشكل نهائي على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها فضلا عن مشروعي قانونين مقدمين من عدد من الأعضاء في ذات الموضوع وأكد عدد من النواب خلال المناقشات أن مشروع القانون في صورته النهائية أحدث توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية والمصالح الخاصة لملايين المواطنين أنا بعتبر أن هذا المشروع يحتوي على ما لا يقل من 15 ميزة للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاع أقلهم يا فندم إيقاف نظر القضايا والأحكام المتعلقة بالمخالفات المواطنين كانوا بيعانوا من هذه المسألة معاناة شديدة جداً فالمشروع اللي أمام منظور أمام حضراتكم الآن يحل هذه المشكلة أنه فور تقديم طلب التصالح بيمنح المواطن إفادة تتوقف فيها نظر القضايا تلى ذلك الموافقة نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل والذي يهدف إلى تغليض عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي كما تمت الموافقة على تقرير بشأن الخطابات المتبادلة بين مصر ووكالة اليابان للتعاون الدولي جايكا لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمتر أنفاق القاهرة الكبرى الشريحة الثالثة فضلاً على الموافقة على اتفاقية التسهيلات الاعتمانية بين مصر وعشركة TMH International LC لتوريد 1300 عربة سكة حديد طرازات مختلفة أقول أن هذه اتفاقية محترمة جداً لتيسير الحياة اليومية لمشاكل المواطنين وخاصة في القاهرة الكبرى يعني هذه الاتفاقية بتحل مشاكل مورية لأكثر من 2 مليون راكب يومياً كما أحال المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على مسودة اتفاقية منحة بحد أقصى عالمي يبلغ نحو 56.7 مليون يورو لتطوير ساعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية إلى لجنة مشتركة من الشؤون الاقتصادية وهيئات مكاتب الخارجية والزراعة لدراسته وأعداد تقرير بشأنه وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد عدد من النواب أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء يهدف لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون السابق هذا وأكد عدد من النواب أن الموافقة على تقرير بشأن الخطابات المتبادلة بين مصر ووكالة اليابان للتعاون الدولي جايكا تهدف لاستكمال مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمتر أنفاق القهراء الكبرى قانون من الأهمية لأنه بينتظروا 2.800.000 طلب تقدموا في وجهة نظر يمثلوا ما لا يقل عن 40 مليون مواطن فالناس كتير أو نص المصريين مستنين هذا القانون عشان يقفلوا صفحة المخالفات ويبتدوا صفحة جديدة بعيدا عن الأضايا اللي على بعض الناس والأحكام اللي على بعض الناس والغرامات وهكذا وده هيقفل صفحة كبيرة لناس كتيرة إن شاء الله اتفاقيتين النهار ده مرتبطين بالخط الرابع الخط الرابع ده سيادتك ما هيشتغل أول حاجة فترة 17 سنين فإحنا لو عادنا نعمل في المشروع ده 3 سنوات أو 4 سنوات فأوتوماتيك فيه 6 سنين أو 7 سنين دخلهم لمصر الحاجة الثانية الوزارة الوحيدة اللي لها دخل ثابت بيعود على الدولة المصرية شهد وزير تربية والتعليم رضح جاز انطلاق فعاليات ندوة دور ريادة الأعمال على هامش معرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا يعد المشروع أحدث مشروعات وزارة التربية والتعليم لدعم الأفكار الخاصة بريادة الأعمال لدى الطلاب حيث بدأ المشروع بانطلاق أولمبيات مدارس مصر بمحافظة السويس ليتم إطلاقه على نطاق أوسع خلال الفترة القادمة أنا كنت جاية هنا أتكلم عن أولمبيات مدارس مصر وهي النسخة اللي تطور منها وهيتعمل منها بعد كده دوري ريادة الأعمال أنا كنت مشاركة في النسخة اللي فاتت اللي كانت عبارة عن فريق معارف وفريق مشروعات اللي هو بعد كده هيبقى مصابقة بس لريادة الأعمال هو مهم بالنسبة لنا جدا هو أثر فينا كتير إحنا اكتشفنا إن إحنا ممكن نفكر في حاجات إحنا ما كناش متخيلين إن إحنا نقدر نعمل كده شكرا لدوري ريادة الأعمال إن هو خلانا نعرف إن إحنا عندنا الإنكانيات دي وعندنا الأفكار دي تواصل الدولة بذل جهود كبيرة للارتقاء بمجالات التصنيع المحلي وتوطين الصناعات واتجهت صناعات متنوعة خلال الفترة الأخيرة نحو التصنيع الصديق للبيئة تماشيا مع الاتجاه العالمي وسياسة مصر ضمن رؤية 2030 مميزات عديدة يتفرد بها المنتج الصديق للبيئة من بينها أنه لا يضر الطبيعة أو البيئة أو صحة الإنسان والحيوان إضافة إلى تصنيعه من مكونات طبيعية من تلك المصانع التي اتجهت في الأونة الأخيرة لتصنيع منتجات صديقة للبيئة يأتي مصنع فوكس بلاس لشنط الدعاية بالإسكندرية وتميز المصنع بإنتاج شنط صديقة للبيئة كهدف أساسي وتماشيا مع السياسة العالمية والسياسة الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 الهدف الذي دخلنا في المنتجات دي يعني تمشاه مع السياسة العالمية وسياسة الدولة عشان حافظها على البيئة يعني وكده ده هدفنا رئيسي عندنا عائدة منتجات يعني المصنع وكده من دمنا وشنة الدعاية لجميع البرندات مصانع الملابس برضو بيستخدموا منتجاتنا عمل كتير جدا يعني بيستخدموا منتجاتنا فكرنا في الموضوع ده عن طريقة التنمية الصناعية عرضوا طرح في مجمع مرغم وإحنا كنا من أول الناس يعني اللي احنا دخلنا في الطرح ده وكالحمد لله كلنا نصيب أن احنا حصلنا على الوحدتين دول يعني وبدأنا شغل يعني فكرة المصنع الذي يقوم بإنتاج الشوط لمركات كبيرة نشأت عن طريق هيئة التنمية الصناعية بعد عرضهم لطرح في منطقة مرغم غرب الإسكندرية وتم تخصيص مكان للمصنع وبالفعل بدأ العمل ويخضع المنتج الصديق للبيئة لاختبارات مختلفة لقياس وتحديد أدائه البيئي فإذا اكتازت المنتجات هذه الاختبارات يحصل على ملصق صديق للبيئة وبرغم العديد من المعوقات التي تواجه هذا النوع من المصنوعات كالتمويل إلا أن أجهزت تنمية المشروعات وفرت التمويل وأزالت تلك المعوقات ليبدأ خط الإنتاج الذي سيليه خط إنتاج آخر لمنتجات تقلل من توليد النفايات وتحافظ على طاقة كوكب الأرض التي صارت هي الهدف الاستراتيجي الذي تدعمه الدولة وتزلل من أجله كافة الصعوبات لأجل نظام بيئي مثالي للأجيال القادمة مشاهدين الآن وقتا مع أخبار المال والأعمال في جولة التسعة رجائي رمزي يحمل لنا تفاصيل أخبار الاقتصاد أهلا بك رجائي أهلا بك نوة أهلا بك فاطيما مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وأياكم في هذه الجولة الاقتصادية التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجموعة أكور الرائدة عالميا في مجال الضيافة سباسيان باسين في مستهل اللقاء أعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بزيارة رئيس المجموعة إلى مصر معبرا عن تطلعه لتوسع هذه السلسلة في نشاطها للفندقي بمصر في ظل السمعة العالمية المميزة لها واستعداده للتدخل في أي وقت لتذليل أي عقبات قد تواجه السلسلة من جانبه أكد رئيس مجموعة أكور العالمية أن مصر تمثل نموذجا فريدا في مجال السياحة تمتلك مقاومات مميزة لجذب الحركة السياحية وقع البنكان المركزيين في الصين والسعودية اتفاقا لمبادلة العملات المحلية بقيمة خمسين مليار يوان أي بنحو ستة مليار وثلاثة وتسعين مليون دولار قال البنك المركزي الصيني في بيان له أن الاتفاق الذي سيسري لثلاث سنوات قابل للتمديد بموافقة الجانبين سيساعد على تعزيز التعاون المالي ما بين البلدين والتوسع في استخدام العملات المحلية وتعزيز التجارة والاستثمار ما بين أرياض وبكينة في أسواق الصرف العالمية هبط الدولار إلى أدنى مستوى له في شهرين مواصلا سلسلة من الخسائر مستمرة من الأسبوع الماضي وستتوقعات بخفض مجلس الاحتياطي للتحدي الأمريكي أسعار الفائدة التي بلغت درواتها ومقابل ضعف الدولار الأمريكي سجل اليورو تقريبا واحد دولار ليبلغ أعلى مستوى له منذ غصص بينما استقر الين الياباني عند 148.68 مقابل الدولار في أعلى مستوى له منذ شهر كما صعد الجنيه الستيرليني بنحو 0.14% إلى 1.24 دولار ليقترب من أعلى مستوى له في شهرين والأسواق البترول العالمية ارتفعت العقود الآجلة للنفط لتواصل مكسبها بناء على توقعات بتخفيض مجبوعة أوبيك بلاس الإمدادات على نحو أكبر لدعم الأسعار التي تشهد التراجع منذ أربعة أسابيع بفعلي حسار المخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط بسبب الصراع في غزة وارتفعت العقود الأجلة لخام برينت بما يعدل نحو 0.8 بي المئة مسجلة 81 دولار 27 سنة للبرميل فيما ارتفع خب غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة انبالغة 0.8 بي المئة مسجلة 76 دولار 49 سنة للبرميل فيما ارتفعت كذلك أسعار المزوط العالمية بنسبة انبالغة 1.60 في المئة مسجلة دولارين 2.75 سنة للتر في المقابل انخفضت أسعار الغاز الطبعية بنسبة انبالغة 1.52 في المئة مسجلة دولارين 2.92 سنة وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر سعار المستهلكين في الكويت بنسبة انبالغة 0.38 في المئة وذلك خلال شهر أكتوبر على أساس شهري من بين أبرز المجموعة السلعية ارتفعت مجموعة الكساء والملابس بنسبة انبالغة 6.98 في المئة على أساس سنوي بينما سجلت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعاً بنسبة انبالغة 5.71 في المئة زادت أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة انبالغة 4.23 في المئة شهدين بهذا نكونوا خد وصلنا لنهيتيه هذه الجولة الاقتصادية عودة مجدداً إلى فاطيمة ونهى فإليكم وبعد قليل لنا عودة معك بإذن الله شكراً لك رجائي استغل فنانون في مدينة عدن جنوبي اليمن قوة الصورة للتعبير عن مدى بشعة الحرب المدمرة في غزة وإظهار تضامنهم مع الشعب الفلسطيني خصص جزء من المعرض للأطفال الفلسطينيين في اليمن حيث أظهر أحد الأعمال فتاة صغيرة تحمل دمية دب بينما تنظر نحو أنقاض مبنى مدمر وناقش الفنانون اليمنيون أعمالهم مع زوار المعرض بينما قدم فنانون فلسطينيون مساهماتهم في المعرض عن بعد والآن مشاهدين الكرام مع أخبار الرياضة وقفة ثانية مع رجائي رمزي إليك رجائي شكراً فاطيمة شكراً نهى مشاهدين أخبار الكرة والملاعب نتبعها ويكون في هذه الجولة الرياضية أعلنت رابطة اللعبين المحترفين للسكواش عن التصنيف العالمي لللاعبين خلال شهر نوفمبر الجادي وصل علي فرق تصدر التصنيف العالمي للسكواش بعد تتويجه ببطولة سينغافورة تصدرت بطلات الرياضة المصرية ميار الشريف لعبة التنس وهانا جودة لعبة التنس الطاولة وبسانت حميدة بطلت مصر في العدو وسارة سمير بطلت رفع الأثقال تصدرنا تصنيف قائمة فوربس الشرق الأوسط تحت سن الثلاثين عام للعام 2023 تصلت هذه القائمة الضوء على المبدعين الشباب في المنطقة دون سن الثلاثين ممن يحدثون تأثيراً في مختلف القطاع ذلك في النسخة السادسة من القائمة التي كشفت عنها مجلة فوربس توجد دولي المصري لعب ليفر بول الإنجليزي محمد صلاح بجائزة لاعب شهر أكتوبر الماضي في البريمير ليج دوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ألنا ترابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزي عن فوز صلاح بجائزة لاعب شهر أكتوبر في البريمير ليج بعد فوزه بالتصويت الذي شارك فيه المشجعون ذلك بعدما لعب ثلاثة مباريات خلال شهر أكتوبر سجل خلالها خمسة أهداف أعلن نادي برشلون الأسباني عن أن الفحوصات الطبية أكلت إصابة لعب الوسط جافي بتمزق كامل في الرباط الصلابي الذي تعرض له خلال مشاركته مع المنتخب الأسباني أمام منتخب جورجيا بالتصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2024 وأوضح برشلون أن النقافي سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة حيث سيتم بعدها إصدار تحديث طبي جديد نايت أخبارنا الرياضية مشاهدين عودة مجددا إلى فطيما ونها فإليكم شكرا لرجائي على هذه الوقتة الرياضية أظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن التعهدات الحالية للدول المتعلقة بالانبعاثات ومواجهة تغير المناخ لا تزال تنذر بارتفاع درجات الحرارة في العالم نحو ثلاث درجات مأوية في هذا القرن هذا وأشار تقرير فجوة الانبعاثات السنوية إلى أن العالم في طريقه ليشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بين 2.5 و 2.9 درجة مأوية أعلى من مستويات ما قبل عصر الصناعة إذا لم تعمل الحكومات على دعم العمل المناخي وذكر تقرير أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري يجب أن تنخفض 42% على مستوى العالم بحلول عام 2030 لمنع درجات الحرارة من تجاوز عتبة 1.5 درجة شهدينة والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس الآن رجائي يرصد لنا أخبار الطقس ماذا عن طقس الغد رجائي؟ الكثير والكثير سنتابعه وإياكم مشاهدينة في هذه الجولة الجوية يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس معتدل الحرارة نهارا على القائرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد ماء اللي الحرارة على جنوب سيناء يسود ليلا طقس ماء اللي البرودة على أغلب الأرحاء فيما يلي مشاهدين بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية نبدأها بمحافظة القاهرة العظمى محافظة الأقصر العظمى فيها 27 صغرة فيها 17 جو معتدل أسوان 27-17 الوادي الجديد 26-15 شلتين 28-22 أما محافظة حلايب فالعظمى فيها 27 وصغرة فيها 22 والآن نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية المتابعة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع المشروعات القومية في قطاعي الزراعة والرأي ويوجه بتوفير جميع العوامل لإنجاحها لضمان الأمن الغذائي وتعزيز الفوائد الاقتصادية مجلس النواب يناقش غدا طلبات إحاطة بشأن تدبير الحكومة لمنع محاولات التهجير القصري للفلسطينيين شهداء ومصابون في استهداف المستشفى الاندونيسي بغزة وارتفاع عدد الشهداء القطاع لأكثر من 13 ألفا معظمهم من الأطفال والنساء مشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختم هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري لكن هو أتساع مازال مستمرا مع الإعلاني والزميل يوسف الحسيني مسائل يوسف زكي فاطيمة زكي نوها عاملين كله تمام الحمد لله عايزين نقعد ندعي البلدنا دعوتين من القلب كده لأن المسائل زي ما أنتوا شايفين صعبة جدا احنا كلما نيجي يعني نشد حلنا حبة نهم حبة نلاقي مشكلة زي الحرب الدائرة الآن وبالرغم من ذلك نجد أنه فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي ما بين إدارة عملية السلام علشان نقدر نخلي هناك وضع مستقر في فلسطين وما بين إدارة البلاد واقتصادها والانتخابات حقيقي ملفات كثيرة يوسف بكرة إن شاء الله أنا عارفة أنك معني بالموضوع ده كان فيه من عنوين الأخبار مجلس النواب يناقش غدا طلبات إحاطة بشأن تدابير الحكومة لملع محاولات التهجير القصري للفلسطينيين يمكن كان معنا تليفون في النشرة وسألت ضيفي كان عضو في مجلس النواب إلى أي مدى ترى يمكن للبرلمانات العربية أن تقوم بضغط على البرلمانات الأوروبية وكل من يعني هو يرى هذه القضية من وجهة نظر مغايرة عن الحقيقة أسألك نفس السؤال طبعا كعضو مجلس النواب أنت معني بذلك رب أنا يخليك يا رب هقولك حاجة عشان عندي وجهة نظر في ده هل البرلمانات العربية بما فيها البرلمان المصري محتاجين يشكلوا ضغط على البرلمانات الأوروبية بالتحديد؟ لا لأنه تخطينا خلاص المرحلة دي ده كان ممكن يبقى مهم جدا في بداية الحرب لكن الحقيقة أنه كما جرت العادة أنه فخامة الرئيس وده بجد اللي حصل استبق كل ده يعني هو مارس الضغوط اللي كان المفروض كل المؤسسات المصرية تقوم بها بما فيها المؤسسة البرلمانية المصرية نواب كانت أو شيوخ استخدم حيويته وقوته كرئيس للجمهورية مارس ما يطلق عليه الدبلوماسية الرئاسية وضغط بالفعل مباشرة على الأنظمة الغربية احنا بتتكلم على رؤساء زي ما اتكلم مع مكروز زي ما اتكلم مع أولف شولت زي ما اتكلم مع رئيسة وزراء إيطاليا زي ما اتكلم مع الأسبان مع البريطانيين لما جالوا هنا رئيس الوزراء البريطاني إلى آخره فما أصبحناش في احتياج سياسي لضغط برلماني عربي على الأوروبيين احنا مشكلتنا دلوقتي مع الأمريكان الأمريكان هم اللي بيديروا مش عملية السلام زي ما بيتكلموا الأمريكان بيديروا الصراع في المنطقة الأمريكان بيديروا الحرب الأمريكان بيعتبروا أن دي حربهم مش حرب إسرائيل على الإطلاق بيعتبروا أن دي حربهم فأنا بشوف يمكن يكون تأديري خاطئ اللي بشوفه أنه اللعبة كلها دلوقتي على رأي الساداتة الله يرحمه يعني 99% من أوراق اللعبة في إيد أمريكا الرجل كان محق رحمة الله عليه الوضع دلوقتي كله في إيد الأمريكان عرفنا نخلي الأمريكان يوقفوا الحرب خير وبرك الأمريكان ما خادوش قرار إيقاف الحرب يبقى هتظل الحرب مستمرة وحتى إن استمرت بأوجه مختلفة يعني ممكن يهدأ الصراع ولا مؤقتا ثم ينشأ من أوله هنا يبقى السؤال يوسف إيه أكتر حاجة ممكن تخلي الأمريكان يوقفوا الحرب الأمريكان كاوبويز يعني أنا لا أعتقد أنهم عندهم عقل سياسي عظيم العقل السياسي الكبير موجود في بريطانيا الأمريكان كاوبويز ما بيفهمش غير لغتها يا المصلحة يا القوة هل أنت بتمتلك القوة العسكرية اللي تردع الأمريكان لو إحنا كلنا بإرادة عربية موحدة آه لكن ده مش حصل للأسف الشديد طيب هل بنمتلك قوة اقتصادية تمكننا من ذلك برضو آه بس هل السؤال عندنا إرادة عربية موحدة نستخدام كارت ضغط اقتصادي على الأمريكان فيهدد مصالح الأمريكان في المنطقة هنقدر بس المشكلة أن إحنا ما خدناش القرار ده يعني ودي المشكلة الكبرى يعني كل التوفيق ليك يوسف ونتمنى طبعا الخير لبلدنا والخير كمان لشطائنا في غزة ونتم السلام ويعوم في المنطقة العربية بأكمله والله حين نتمد يا رب قولي أمير شكرا يا فقيم شكرا جدا على السؤال واستأذنكم نبدأ فقراتنا